السلام عليكم أعزائي والطلاب استكمال اللي ما سبق هنتكلم على الوحدة التالتة المعادلات التفاضلية الخطية ذات المعاملات المتغيرة العناصر معادلات تفاضلية خطية ذات المعاملات المتغيرة حل المعادلات المتجنسة طريق التغيير البرامترات لإيجاد الحل الخاص اهم حاجة هنا معدلة كوش اويلة الصور العامل معدلات كوش اويلة او الصور العامل معدلات التفاضلية خطية زوعة المعاملات المتغير يعني هنا في اكس تكون بالشكلة دي معدلات تفاضلية غيرة متجنسة حيث الاي واحد والاي نوت والاي ان دي قيام سابتة والالفا دالة دي دالة في اكس هي تمثل الدع اللي غير عدم التجنس المعادلة دي ممكن كتابته على الشكل ده باستخدام الدي دي هو الدي دي اي اللي هو دي اي باي دي اكس اي المشتقت او ممكن كتابته على الشكل اف اف دي يؤثر على الواي يسوي في اي اولا هنحل المعادلة المتجنسة اللي هي ده يسوي صف الشيء اللي يحطت مكاننا صف حلها عادي خالص باستخدام هنا التعويضة تانية التعويضة بتاعتنا هنخدها واي سوي اي واي سوي اكس والس ام المشتقة الاولى هي ام في اكس والس ام الاسواح المشتقة التانية الى المشتقة نعوض في المعادلة التفاضلية نحصل على الحد على سبيل المثال اللي أخدم معادلة التفاضلية من الردبة التانية لو بش كده هنستخدم التعويض زي ما قلنا واي سوي اكس والس ام ونجيب المشتقة الاولى والمشتقة التانية نعوض ونختصر نحصل على المعادلة دي دي معادلة جبريا لاحظ حاجه لحاجه لحاجه ان هنا هنه سي في الواي هنا هو خلاه سي في الواحد هنا الاكس في المشتقة دي اكينكى استوي قم بالم فان نحل دي ونوجد قيام الام طبعا دي معدلة جبرية من الضارجة التانية هو كسر حلول من الضارجة التانية يبالها حلل M1 أم 2 يبال إذن حلول بتاعتي هي X M1 X M2 يبال Y C بالشكل ده أولا ممكن الجزء دي تكون حقية مختلفة لو حقية مختلفة إذن يبال Y C سوى C1 X M1 زي C2 X M2 إلى C N X M N نشوف مثال المعادلة التفاضلية هي هنقول لي بفاضل أن أن Y يساوي X M بقى هنا مكان ده هنكتب مكانه M في M ناقص 1 ناقص 2 مكان ده هنكتب مكانه M مكان ال Y هنكتب مكانه 1 بقى أنا أصاب نبسط ده نبسط ده وصلنا إلى المعادلة بتاعتنا دي اللي إيه M تهبية ناقص 3 M ناقص 7 يساوي 0 حللها تحليل بتاعها هنا M وهنا M وهنا 4 وهنا 1 هنا ناقص وهنا زائد يبال M1 يساوي ناقص 1 و M2 يساوي 4 أهو إذن دي حلول مستقلة ال Y يساوي C1 في الأول زائد C2 في الثاني حيث C1 و C2 قيام سبت هو صحوبة اختاري مثال الثاني نفس الكلام نحن نفرضها بفضل عنا ال Y يساوي X و Cm نجيب المشتقة طيب ال Y يساوي M في X و Cm ناقص 1 وال Y يساوي M في M ناقص 1 X و Cm ناقص 2 M ناقص 2 أو زي ما قولت هنشيل X ب Y ناقص 1 في M ناقص 1 ناقص 3 ال X Y نعود عنها M زائد 3 ساوصف نبسط يبقى M تغفية ناقصها بعre M زائد 3 يساوصف وهنا M وهنا M هنا 3 واحد هنا ناقص هنا ناقص لدي مجرد بالشغط الساعد يبقى M واحد يساوي واحد و M اتنين يساوي ثلاث الحل بتاعنا Y يساوي سي واحد اكس والس واحد زي سي اتنين اكس والسي ثلاثة. طيب. الحالة التانية لو الجزء بتاعت حقية ومنها مكاوة. هنضغب بعد جزء مكاوة هنضغبه في لين اكس. في لين اكس. يعني معناها انه هو الواي واحد. الواي واحد مثلا يساوي يساوي اكس والس ام. الواي اتنين يساوي اكس والس ام لين اكس. لو ما عادل تفاضلين من اوت بتاني. اوت بتالت هنضغب في لين اكس الكل ترابية. تعني نشوف مثال. بنفس الكلام هنقفض قالنا. ويساوي اكس والس ام. احنا قلن ايه ده? وده. الاكس ترابية وعده بداش نحط مكان ام في ام من نقص واحد يبقى اربعة. ام في الام من نقص واحد. زي التمانية ام مكان اكس واحد اش. زائد واحد يساوصف. يبقى اربعة ام ترابية نقص اربعة ام هنا تباني ام بزائد اربعة ام. زائد واحد يساوصف. التحليل. هذا المعادل تحت هي. بالتحليل طلع اياه. الام واحد يساوي ام اثنيا يساوي نقص نص. ازان الواي واحد يساوي اكس اصنع اصنص. والواي اثنيا يساوي اكس. اصنع اصنص لين اكس. حلول مستقلة. ازاي الحل اللي عم بتاعي هيكون بالشكل. مشتهل تاني. نحل المعادلة نفس الكلام. اهنا نحل لان ده. ده وي ضابل داش وده وي ده شكل نيابا ام. في الام ناقص واحد. ناقص الام زائد واحد يساوصف. طبعا ده لو نزول فاضلا. وي ساوي اكس اصنع. خلاص. نحصل المعادلة بتاحت بالشكل اهو. نحل لها با ام واحد ساوي متنين يساوي واحد. خلاص يبال ايه الحل الاول? وي ساوي اكس واحد. التاني اكس والس واحد لن اكس. ده الحل. العام للمعادلة المتجنسة. سي واحد وستنين سابتان اختيارية. الحالة التالتة لو كانت قيم تخيلو لي. الشكل اللي عمت عن باي ساوي اكس والس الفة سي واحد كوزاين بيتا لن اكس. زي سيتنين سيتنين سين بيتا لن اكس. هنا في قوس.